أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقراراً وشدداً على العمل على جذب استثمارات خاصة وخلال لقائه بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي أشار كوجوك إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهي في يونيو 2024 حيث تم خفض عجز الموازنة إلى 3.6% من 10% وتحقيق فائض أول 6.1% متضمناً عوائد رأس الحكمة وأشدد وزير المالية على أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتصقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة اشتركوا في القناة